وينضم إلينا من آتنا عبر سكايب شادي الأيوبي المحلل السياسي سيدة الأيوبي بعد التحية اليونان تنادي أوروبا أوقف بيع الأسلحة إلى تركيا إلى أي مدى سيستجاب لهذا النداء؟ اليونان طلبت وقف بالتحديد من ألمانيا ومن إسبانيا ومن إيطاليا وقف بيع الأسلحة ووقف برامج الدفاعية المشتركة مع تركيا كذلك الرد الألماني كان حتى الآن الذي وصل هو أن ألمانيا لديها سياسة تصدير أسلحة رشيدة وصفتها بأنها رشيدة يعني بكلام آخر ألمانيا على الأقل غير مستعدة لهذه الخطوة في هذه المرحلة على الأقل كذلك بالنسبة لإيطاليا والنسبة لإسبانيا هناك ارتباطات غير موضوع للبرامج الدفاعية المشتركة خاصة إسبانيا لديها ارتباط كبير بين البنوك الإسبانية والبنوك التركية لذلك إلى درجة أن القطاع البنكي المصرفي في إسبانيا قد يكون منطبطاً بالقطاع المصرفي التركي لذلك أعتقد أنه من الصعب جداً الاستجابة على الأقل في هذه المرحلة للطالبات اليونانية القبرصية ومقاطعة أو سواء بالنسبة لتصدير الأسلحة أو أي تعاون تجاري آخر بين دول الاتحاد الأوروبي وبين تركيا على الأقل في هذه المرحلة المسألة صعبة جداً هل هذا يعني أنه لا يمكن التعويل على موقف أوروبي صارم تجاه تركيا في هذه المرحلة؟ يمكن التعويل على موقف أوروبي يعني يكون يشدد على جمع البلدين على جمع اليونان وقبرص مع تركيا في سعي إما لمسألة تحكيم دولي أو لمسألة الذهاب إلى محكمة العادة الدولية يعني يمكن الضغط على الطرفين بحيث يتم الاحتكام إلى القوانين والمعاهدات الدولية البحرية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة لكن الاعتماد على ضغوط يعني تجبر هذه البلاد على أمور لا ترضى بها أعتقد أنه من الصعب جداً الأمور بين تركيا وبين اليونان أعتقد أنها في قمة التناقض وفي قمة اليوم في قمة إذا ممكن أن نقول حتى العداء العداوة بين البلدين وفي قمة التحدي لا يجب أن تكون الضغوط الألمانية أو الضغوط الأوروبية بسبيل جمع البلدين على مسألة محكمة دولية أو تحكيم دولي وليس بمسألة الضغط على البلدين بأمور يعني بفرض عقوبات على هذه الجهة أو الجهة الأخرى مسألة العقوبات على الأقل في ظل رئاسة ألمانية للاتحاد الأوروبي أعتقد أنها غير مجدية نعم تبعت معنا اليوم القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية هذه القمة إلى أي مدى يمكن أن تدفع تركيا إلى مراجعة حساباتها في شرق المتوسط؟ أعتقد أن الأتراك على الأقل في هذا الظرف طالما أن أي تحالف ذا مسمى اقتصادي مثل تحالف الغاز والنفط وغيرها طالما أنه لا يستثني تركيا أعتقد أنهم لن يكونوا مرتاحين إليه بأي شكل من الأشكال الأتراك يريدون وصلحوا بهذا يعني ليس هذا تحليلا الأتراك قالوا أن أي عملية بحث تنقيب التجارة بموضوع الغاز في منطقة شرق المتوسط لا بد أن تمر لا بد أن يكون هناك رأي لتركيا فيها وإلا فإنهم لم يكونوا راضين عنها وسبب الطبع سوف يعترضون على أي عملية تصدير غاز للمتوسط باتجاه أوروبا كما هي المخططات الآن خاصة أنها بعد الاتفاقية الليبية التركية يعني لا بد أن تمر بأراضي التي وافقت الأمم الأخيرة الأمم المتحدة على توثيق هذه الاتفاقية بين تركيا وليبيا وأصبحت الآن واقعا قائما لذلك أعتقد أن المستقبل سوف يكون يعني هناك صراعا دبلوماسيا حادا بين هذه الأطراف وبين تركيا على مستقبل الطاقة ومصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط المحلل السياسي شادي الأيوبي كنت معنا عبر سكايب مناتنا شكرا جزيلا لك